موسيقى برحب بحضراتكم وحرككم منتابع كلنا الدورة اليوم الثاني على التوالي المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي بيحمل عنوان هذا العام عقد المواطنة وآثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي واللي بيأتي تحت رعاية أساسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة المؤتمر إن شاء الله هيختم أعماله هيكون فيه توصيات خاصة بالمحاور اللي بنقاشها المؤتمر واللي كانت تمثلت في تسعة محاور منها تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا من منظور إنساني مشروع الدولة الوطنية مكانت المرأة في الدولة الوطنية وأمور أخرى كثيرا هلنقاشها مع ضيوفي هنا في السوديو ضيفية هنا في السوديو فضيلة الدكتور محمد صلاح الدين المستوي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي ومدير مجلة جوهر الإسلام بتونس أهلا بحركة دكتور وأيضا بدكتور عبد المقصود باشا عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر أهلا بحركة دكتور أستاذ نحراركم بس نتابع الأول هذا التقرير ونبدأ حوارنا في هذه الدورة للمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدورة الثانية والثلاثين نتابع الأول هذا التقرير انطلقت ولمدة يومين فعليات مؤتمر الأوقاف الدولي الثاني والثلاثين بعنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي والعالمية بمشاركة علماء ووزراء من أكثر من خمس وثلاثين دولة عربية وأوروبية المؤتمر يتناول محاورة عديدة نخبة من كبار الوزراء والعلماء والمفتين غير مسبوقة في أي مؤتمرات سابقة حضرت هذا المؤتمر بجلسات علمية جدة ما زالت الجلسات تعمل وستعمل على مدار يومين بنتمنى أن نخوج من هذا المؤتمر بتوصيات هامة وحقيقية محاور المؤتمر تضمنت مشروعية الدولة الوطنية وضوابط عقد المواطنة والتسامح الدينية ومكانة المرأة في الدولة الوطنية هذا الوقت يأتي في وقته لأن كثير من البلدان اختلف أبناء الوطن الواحد اختلافا قائما على خلاف بينهم بين خلاف ديني أو خلاف حزبي أو خلاف ناتج عن مكاني كل هذا صب في خانة واحدة وهي تدمير الأوطن وشهدت الجلسة الفتاحية للمؤتمر تظهر ضد الإرهاب ورسالة بأن مصر هي بلد الأمن والأمانة وأنها الأمل في نشر الفكر الوسطي وأنقاذ العالم من براث الإرهاب وغرس القيم في نفوس شباب العالم باعتبارها حصن العروبة والإسلام نحن الآن بحاجة البشرية بحاجة إلى خطاب السلام بحاجة إلى خطاب المواطنة تعلو فوق كل شيء وهذا ما نلمسه في دولة البرازيل وأصل له أيضا علماء ذهبوا من هنا من مصر سنة 1956 معالي الشيخ رحمة الله عليه الدكتور عبدالله عبدالشكور كامل حينما جاء مبعوثا من الأزهر الشريف وأصل لهذا المفهوم نحن نحاول أن نثبت وجودنا في هذه المناطق في فينزولا وفي أمريكا اللاتينية بحيث يوجد لدينا عدة مؤسسات كما يوجد لدينا مدارس تعلم طبعا البرنامج البلد الموجود فيه وإلى جانبه برنامج اللغة العربية والدين الإسلامي الحميل وأضاف المشاركون أن إدارة الدولة وتطويرها ليس بالشعرات وإنما بالحفاظ على سلامة الدولة ومقومتها والعمل على تطويرها تحقيق مفهوم السلام المجتمعي والعالمي مطلب شرعي ووطني وإنسانية نادى به المؤتمر كونه أصل ثابت في الشريعة الإسلامية التي نادى بدولة المواطنة والتسامح الدينية منذ ظهور دعوة الإسلام رمضان المطعني أني برحب بحضركم مرة تانية وهنبدأ على طول مع ضيفي هنا في السوديو أستاذ الحاليك دكتور عبد مصود نبدأ مع دكتور محمد صلاح الدين المستاوي خبير الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي دكتور يعني أبدأ من حيث عنوان هذا المؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي هل مفهوم المواطنة بيختلف من دولة إلى أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وشكرا لمصر شعبا وحكومة ورئيسا ولوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الاستضافة والمشاركة في هذا المؤتمر الثاني والثلاثين في قضية هي قضية الساعة وهي قضية العيش في سلام بين بني الإنسان سواء كان ذلك داخل أوطانهم أو كان ذلك على مستوى الدول المختلفة وكل أبناء العالم لا شك وأن هذه المسائل التي يبحثها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الآوينة تأتي في الوقت المناسب نظرا لما حصل من خلل خلل في فهم الدين حتى أصبح مع الأسف الشديد وسيلة وسببا للتنازع بين أبناء الوطن الوحد ولقائل أن يقول هذا دين وذاك وطن هل يجتمعان وهل يمكن الملاءمة بينهما أن ينتمي الإنسان إلى وطن وأن تسوده في تصرفاته روح المواطنة في ذلك البلد الذي يعيش فيه وينتمي إليه مع التعلق الشديد بمبادئ دينه في مقاصدها العامة أقول نعم يعني هذه المواءمة منقنة ونجد لها مشروعية سواء كان ذلك في تعليم الدين الحنيف أو كان ذلك في الممارسة لهذه التعليم الدينية من خلال القدوة والمثل الأعلى وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل فيه ربه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والرحمة للعالمين تشمل المسلمين وغير المسلمين ونحن معاشر المسلمين لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فإن فاتحة الكتاب فيها الحمد لله رب العالمين وليس رب المسلمين رب العالمين مسلمين وغيرهم ومن هنا فإن العالمية والوطنية العالمية في المبادئ الدينية التي تجتمع في دين الإسلام باعتباره الدين الخاتم للأديان والمكمل لها هي حلقات متواصلة هذه العالمية الممثلة في تعاليم الإسلام التي هي الرحمة والانتماء للوطن الذي فيه ولد ويعيش الإنسان ويمارس حقه في المواطنة وما تستوجبه من مواجبات نجد أن الدليل عليها يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة إلى المدينة ليلة الهجرة ووقف يودع مسقط رأسه الذي إليه اللهم كما أخرجتني من أحب البلاد إلي فاسكني أحب البلاد إليك واستجاب له ربه سبحانه وتعالى فهو جمع بين الحسنيين بين التعلق بالأوطان وحب الأوطان وبين الإيمان وحب الوطن من الإيمان طيب دكتور عمقصود هل حدقتر أن هناك اختلاف ما بين في العصر الحديث ما بين عقد المواطنة ومن دولة إلى أخرى هل في هناك اختلاف في المفاهيم من دولة إلى أخرى ولا هو المرجعية هو الدين الإسلامي في هذا الملف الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد عليه الصلاة والسلام بداية لا بد أن نقر أن المدلول اللفظي المستخدم في العصر الحديث قد لا يكون نفس اللفظ المستخدم فيما مضى توضيح يعني لم تكن كلمة المواطنة موجودة من قبل يعني كان الانتماء للبلد الانتماء للدولة الانتماء للقرية كلمة المواطنة كلمة مستحدثة تمام ولذلك واحد قد يقول بعض القائلين يعني مواطنة ما هنت لا تحكم على الناس بثقافتك أنت أنت محكم بثقافة ومحكم بلغة وبالتالي كلمة المواطنة وإن كانت كلمة قديمة ومستحدثة إلا أن مدلولها في العصر الحاضر وفي الوقت الذي نعيش فيه الآن هو من صميم تعاليم الدين الإسلامي حتى وإن لم يكن نفس اللفظ مستخدم في القديم حضرتك وصلت ماشيين تمام كثيرا وبالتالي إحنا هنجد بعض الجماعات الإرهابية التي نشرت سمومها في كثير من بلاد العالم هنجدها لا تؤمن بالمواطنة وتتخذ العنف وسيلة لتقرير أو لتنفيذ مبادئها وأفكارها المبادئ والأسس لا تؤخذ من هؤلاء إنما تؤخذ من الفقهاء وكلمة فقي لا تعني أن يكون فقيها في الفقه أو فقيها في كذا لكن من الممكن أن يكون فقيها في علم الفيزياء من الممكن أن يكون فقيها في علم معين من علوم الطب أو في علم معين من علوم اللغة إذن كلمة فقي تستخدم للدلالة على شخصية من الشخصيات بلغت مستوى معين في الفكر أي أن كان هذا الفكر وبالتالي استخدام كلمة المواطنة وحتى لو حضرك نظرت في عنوان المؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي والعالمي ده عنوان خطير يجب أن لا نمر عليه مرور الكرام يجب أن نتأمل ونتعمق في محتوى ونتعمق في مدلولاته ونتعمق أيضا في مخرجاته وبالتالي أن أوجه من خلال هذه القناة المحترمة مع قناة النيل للأخبار رسالة إلى كل وسائل الإعلام أن توضح للناس مفهوم المواطنة من خلال هذه البحوث القيبة التي قدمت في هذا المؤتمر من أكثر من 35 دولة صحيح طيب هرجع الحراكة ثانية دكتور ولكن نرجع مرة ثانية دكتور محمد صلاح الدين دكتور هل هناك خطورة مثلما يشير الدكتور عبد مقصود فيما يتعلق بالمواطنة والهوية هل في هذا الوقت بالأخص هناك ما يتعلق بخطورة على تغيير هوية المنطقة تغيير هوية الشباب في المنطقة وإزاي حررتكم تتعاملوا مع هذا الأمر أنا أريد استوضحك يعني الخطورة في المواطنة وفي التوعية بالمواطنة بأنها عقد ماذا تريد السؤال بكلمة عن الهوية أكثر يعني بنوسع الموضوع من المواطنة لأكثر للهوية هوية الشعب هوية الشباب هوية الأمة هل حداك شايف أن هناك خطورة على الهوية ومن ثم هناك تحرق من جانب رجال الدين للتعامل مع هذا الأمر كيف يكون شكل هذا التحرق إذا ما كان هناك خطورة نعم هناك مخاطر لا شك فيها وما أشار إليه دكتور قبل حين من بروز بعض التيارات متمثلة في بعض الفئات من الشباب وأنا لا أعمم كل شبابنا ولكن هناك فئات من الشباب مع الأسف الشديد تطرفت ويعني لم تتفهم مقاصد الدين وجوهرة لأنه عندما نتحدث على هذه المخاطر الإرهابية والمتطرفة لسبب أنها تلبست بالمقدس تلبست بالمقدس بمعنى أنها استعملته ووظفته من أجل أن تحارب ما تعاقد عليه يعني من يعيشون معه هل تجربة تونسية تعملت مع هذا الفكر؟ نريد أن نتوقف أمامها يا فندم؟ نعم هي تونس هي أخت مصر وعندما نقول مصر الأزهر نقول تونس الزيتونة صحيح هما قلعتان من قلاع العلم ومن تخريج العلماء الذين هم أهل الذكر المستنيرون المتبصرون فلابد أن يكون في مواجهة هذه التيارات من عودة إلى لب الدين وجوهرة ومقاصده لترفع أيدي هؤلاء غير أهل الذكر من الدخلاء الذين يتقمصون الدين ويستعملونه ويوظفونه ويتسببون في تفكيك تفكيك بنية المجتمع يعني هو فهم خاطئ منها دفعها في كثير من الأحيان إلى ارتكاب ما يخالف جوهر الدين ولب وما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما نزل في القرآن من حرمة النفس البشرية حرمة انتهاكها سواء كان ذلك في مالها أو في عرضها أو في دمها وذلك ما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذا التذكير النهج الذي يسير عليه العمل في تبهين جوهر الإسلامي ولبه من طرف أهل الذكر من المختصين دون يعني تغافل عن الأسباب الأخرى هناك أسباب الجهل بالدين وتقمصة من أجل ارتكاب شنعات وجرائب في حق نفس بشرية هي يجمع بينها وبين هذه الأطراف هي أنها كلها من بني آدم والله تبارك تعالى يقولوا لقد كرمنا بني آدم ثم كلها نفس بشرية ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن هنا فإن دور أهل الذكر بتوضيح وبيان مقاصد الدين ودوعيه وما يدعو إليه من خير درع المفسدة وجلب المصلحة والرحمة الشاملة للناس أجمعين هناك اعتبار أيضا لجوانب أخرى لأن أين يعشش التطرف وأين يعشش الإرهاب حيث الفراغ لا أمل في الحياة ولا في المستقبل من الناحية المادية فيكونون بذلك هؤلاء الشباب يكونون فريسة لهذه التيارات تستقطبهم تستعملهم ثم تأتي إلى بنيان ذلك الوطن أو الشعب وإنجازاته فيعني تأتي عليه طيب دكتور عبد مصود يعني إحنا بدينا فعلا زي ما بدينا من موضوع أهمية العنوان العنوان كبير اللي تعقد عليه الدورة دورة المجلس أعلى الشؤون الإسلامية هل هناك من أمثلة تتعلق في الدين الإسلامي بعقد المواطنة وأثر هذا الأمر على السلام المجتمعي والعالمي هل هناك من أمثلة حاضرة نقدر نحرك نتقلها دلوقتي تتعلق بهذا العنوان سيدي قلت في بداية كلامي أن اللفظ وإن كان مستحدث إلا أنه قديم منذ ليس منذ هجرة محمد بل منذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام سيدي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هجر إلى المدينة لم يقبر أحد قط على اعتناق دينه وما أرسلناك إلا رحمة لإيه للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا هات لحادثة واحدة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى من عهد خلفائه الراشدين أو حتى في العصر الأموي أو العباسي أو 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 إكبار أحد على اعتناق الإسلام بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة تضمن حرية العقيدة بين كل البشر بين كل البشر هل حارب الرسول أحد؟ وبالمناسبة غزوات الرسول التي بعروها في التاريخ الإسلامي باسم الغزوات الرسول لم يخزو قط وأنا قلت هذا في مثل هذا الوقت من برامج أخرى في مثل في هذه القناة هذا مصطلح تاريخي الرسول لم يخزو قط لكن الغزوة قد تكون للدفاع ولذلك هل كان الرسول مهاجماً في غزوة بادر؟ أم كان مدافعاً؟ هل كان الرسول مهاجماً في غزوة أحد؟ أم كان مدافعاً؟ هل كان الرسول مدافعاً في غزوة الخنق أم مهاجماً؟ مدافعاً فكروا ولذلك احنا بنقول الفقه له أناسه الفقه له رجاله ليس كل رجل فقيه وليس كل إنسان فقيه أنت فقيه في مجال معين وأنا فقيه في مجال معين وغيرنا فقيه في مجالات معينة لذلك كلمة المواطنة وإن كانت كلمة مستحدثة إلا أنها تصب في صلب الدولة في صلبها كن ما شئت كن ما شئت على أي دين كنت المهم أن لك حقوق في نفس الوطن وعليك واجبات في نفس الوطن مقدار كفاءتك في تحقيق ما عليك من واجبات بقدر ما يعطيك من حقوق وبالتالي تكون المكانة ويكون المركز للأكفاء وخلي بالك في فرق بين أكفاء وأكفاء أكفاء جمع مفرده كفيف لكن أكفاء جمع مفرده كف أكف أكف تمام طيب دكتور محمد صلاح ديني من ضمن المحاول التي تلقف عنها المؤتمر هي مكانة المرأة في الدولة الوطنية وهو سؤال لحرارك برضو سؤال لدكتور عبد مقصود هل مكانة المرأة في الدولة الوطنية ربما في تونس خرجت ربما عن المألوف أو زادت يعني كيف تصف مكانة المرأة في الدولة الدينية وبالأخص في تونس تسمح أنا أريد أوضح فقط للسادة النظارة حتى لا يقع إشكال في مسألة الفقه وأن كل إنسان فقه في ميدانة هذا كلام سليم بس هي أي أمر محصوم ومش عايزين نبعد عن الملف قد يورد علينا من يريد الله بخير ونفقه في الدين هي بالتجربة فندم يعني بحة صوتنا بأن مصادر الفتوى في العالم الإسلامي معروفة يعني حيننا نتحدث عن الأظهر عن نظر الإفتاء والأظهر الشريف في مصر في مصر ومن ثم العايز ياخد الفتوى وعايز ياخد صحي الدين عنده الوسطية وعنده هذه المنابر فعايزين نتخطى هذه النقطة ونصل للنقطة عشان الوقت بس يدهبنا فندم فيما تعرف في مكانة المرأة فندم كيف تطرف مكانة المرأة في تونس وهل هي تتشابه مع مكانة المرأة في الإسلام أو مكانة المرأة فيما تعلق في دول إسلامية أخرى؟ في تصوري الشخصي أن مكانة المرأة أو مكانة الرجل لا تختلف من بلد إلى آخر إذا كانت المرجعية واحدة فللدين هديه وتوجيهه وللحياة بمختلف مقتضياتها ومجالاتها أي آلياتها التي ينبغي احترامها ونحن في إطار الدين والفهم السليم للدين المرأة والرجل كل منهم دوره واضح جليه وهو أن يكون عنصر بناه في إطار مقاصر الدين فديننا الحنيف يهدينا ويرشدنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولأجل ذلك فالحسنة حسنة من المرأة تماما مثل حسنة الرجل لا تنقص بل ربما قد تزيد وفي الإسلام وفي تاريخه الممتد إلى العصر الحاضر رائدات عصيلات تنويريات شاركنا أخوانهن الرجال في التنوير والتبصير والحفاظ على الثوابت وتحقيق المصالح ودرع المفسد فالمرأة التونسية إن هي إلا مرأة مثل أخواتها في بقية البلاد السامية قد تتفاوت الأدوار نعم في تونس هناك نوعا ما من التقدم الفكري هذا لا ينكره أحد في أن المرأة لها حضور في مختلف مجالات الحياة تشارك فيها وليست تونس فقط كثير من البلاد ولا ننكر مصر ودورها ورأي ذاتها سواء كان عبر التاريخ أو كان في الوقت الحاضر ولأجل ذلك فإن دور المرأة في تونس لا يختلف عن دورها في أخواتها في العالم السلامي وهي أن تكون محظنا لهذا الجيل الجيل الصعد الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي ولأجل ذلك فإن المرأة التونسية وهي تتمسك بجوهر الإسلامي وروحه ومقاصده تباشر حقوقها وتغير من الواقع وترشد إلى ما فيه صلاح المجتمع دكتور عمقصودي ممكن فضلي 30 سنة عايز أختي محرك بس كده سريعا كده كلمة أخيرة فيما تعلق بمكانة المرأة واختيار المؤتمر لهذا الأمر سيدي أنا للمرة التانية أدعو وسائل الإعلام إلى تقديم هذه البحوث القيمة للناس إعلاميا والله يا ريت نبقى نحقق كل فترة كده نمسك بحث من الأبحاث ديت دي أبحاث فيها جهت وفيها بيان لحقيقة السلم في العالم مش حقيقة السلم في المجتمع العالمي هاتلي كلمة سلام سلم مسلم السلام هذا كله مشتق من جزر واحد وهو سلم صحيح إذن المؤتمر أدعو الله أن تكتب لأبحاثه النشر ليس في مصر في العالم الإسلامي إن شاء الله وفي العالم كله إن شاء الله دكتور عمقصود باشا عضو المجلس على الشؤون الإسلامية وأستاذ الدراسات العالية بجامعة الأظهر أشكرا جزيلا شكرا دكتور شكرا ودكتور محمد صلاح الدين المستاوي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي ومدير مجلة جوهر الإسلام بتونس شكرا جزيلا لكتور شكرا شكرا موصود لحضراتكم بعد الفاصل موجز أهم بالأخبار الاقتصادية وشروط حمدي وبعد وقفة حوارية أخرى مع زميلي حسام الدين خليكم معنا